طيب هنروح لشباب كرة السلة بقيادة الكابتن محمد أشرف توفي كانوا بيلعبوا مباراة مهمة جداً مبارح مع نادي الجزيرة بعد أن تلقوا هزيمة مفاجأة من نادي طلاق الجيش في اليوم اللي قبلوا أو اليومين اللي قبلوا فكان لابد ما عندهمش احتمال تاني ولا أي حسابات أخرى إلا الفوز على نادي الجزيرة نادي الجزيرة أدى مباراة كبيرة جداً بالمناسبة بيقود قطاع الناشئين في نادي الجزيرة كابتن هاني الديب وهو يعني من أحد رموز نادي الجزيرة في جيل والزهد اللي حصلت الكثير من البطولات الفريق الشباب أدى جيم كويس رحل إكسرطايم المباراة رحل إكسرطايم استطاعوا شباب النادي الأهلي تحت 18 سنة الفوز ب 68-64 في مباراة أغلق فيها العديد من اللعبين وطبعاً يعني عقب المباراة تم تكريم عدد كبير جداً من الشخصيات وأيضاً تسلم كأس البطولة وتسلم المدليات للعبين ولكن ده يعني أنا عايز أقول حاجة نادي الجزيرة بالرغم من طبعاً حزمتهم أمس ولكن أدوا مباراة كبيرة جداً جداً الحقيقة نادي الأهلي في قطاع الناشئين النهاردة احنا نتكلم فريق 14 سنة فاز بطولة القاهرة فريق 18 سنة فاز بطولة القاهرة فريق 20 سنة فاز بطولة القاهرة يتبقى فريق 16 سنة اللي بيأخود منافساته وتأخر في منافساته عشان 16 سنة هو اللي كان بيلعب المرتبط مع فريق كرة السل فالنهاردة ان شاء الله له فريق 16 وده المتوقع النهاردة فريق 16 سنة كان عنده مبرامة المصرية مع مصرية الاتصالات وفاز في تاني مبارياته يتبقى لي أربع مباريات أخرى لو فاز فيهم هيفوز ان شاء الله بطولة القاهرة وتبقى فيه إنجاز كبير جداً لم يتقرر من فترة أن احنا نفوز بأربع بطولات القاهرة في الأربع مراحل سنة يتبقى فيه 16 سنة زي ما قلت حضركم 14 فاز 18 فاز 20 فاز 16 سنة بيتنا ولا عايز أقول حاجة وأشير لي حاجة هنا اسمحوا لي معلش أنا آسف يعني هخرج برا الموضوع شوية النهاردة في بداية الموسم تم تعيين زي ما حضركم عارفين كانت المودي الجرحي المدير الإداري ومساعد طبعاً لمستر داني وأيضاً كريم ضيف والجمال الحقيقة أنا عايز أقول إن هذا الثلاثي شهادة للحق يعني عمل يعني عمل يعني زي ما بيقوله ثورة في قطاع الناشئين ده يعني زي ما بتقول فيه روح قوية أنت عندك النهاردة ثلاث لعيبة كانوا نجوم يمكن كما إبراهيم الجمال كان حتى الموسم الفات بيلعب على الفريد درجة أولى مودي الجرحي عندك كريم ضيف مش بعيد كريم ضيف اعتزل من سنتين ثلاثة يعني اللعيبة لسه مخلصين عندهم حماس شديد جداً النهاردة شفناهم موجودين مع الستاشر من برحمة كانوا مع الستاشر حقيقة عملوا يعني شغل جام جداً وعايز أقول إن التفرة الكبيرة اللي حصلت دي الحقيقة القرار من البداية كان موفق جداً من نادي الأهل من المجلسة دارته والنشاط الرياضي بتعيين هذا الشلسي ولسه إحنا عشمنين أكتر النهاردة شفنا المردود على فكرة موجود عندنا المواهب وعندنا كل شيء الموضوع محتاج يعني تصبيت وهاندلينج وإدارة ودي الحقيقة يعني كان قرار من نادي الأهلي وإدارة نادي الأهلي حقيقة قرار صائب جداً انت النهاردة عندك قطاع الناشئين انت محتاج كفاءات كبيرة جداً تكون فيه لأنه هو ده المصنع اللي بيعتمد عليه مستر أجوستي في إمداده باللعبين في الدرجة الأولى النهاردة مستر أجوستي بيقولك أنا مش محتاج صفقات أنا عندي لعبة في النادي الأهلي قد السفقات اللي أجيبها عشر مرات طب أنا مش محتاج الصفقات محتاجين وقت أنا هديهم وقت لما ياخدوا الخبرات النهاردة بنشوف كريم حاتم بنشوف موقع منتر الخيري واحد تحت 18 واحد تحت 20 بياخدوا ب 15 و 20 دقيقة في مباراة الدرجة الأولى بنشوف عبدالله ناصر شرحوا نفس الكلام معلش أنا استطردت في هذا الموضوع لأن حقيقة قطاع الناشئين النهاردة في النادي الأهلي بيقدي وعامل شغل كويس جداً نتمنى أن عدوى قطاع الناشئين في أو التجربة تجربة ولاش نقول التجربة التي عملت في قطاع الناشئين بالنسبة لكرة السلة نتمنى تتعمم في كل القطاعات عشان في الآخر ده هو المصنع الحقيقي المصنع الحقيقي للنجوم في النادي الأهلي